نروح لأخبار نادي الزمالك ودكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك قال إن نتيجة الأشعة اللي خضع عليها محمد عواد حارس الفريق جاءت مطمئنة ليه الغاية ونلاعب خلاص هيبقى جاهز ليه المباراة اللي جاية وكان عنده بس بعض الألام في أسفل الزهر ولكنه جاهز ليه مباراة دريمز الغاني القادمة ده مع إصابة طبعا محمد الصبحي حسن ما قال الدكتور محمد أسامة فمحمد صبحي بيعاني من إصابة من مزء في العضلة الضمى وبالتالي مش هيبقى موجود في المباراة القادمة أمام فريق دريمز محمد صبحي وأحد الحراس الشباب خبر جيد لجمهين نادي الزمالك إن أحمد مصطفى زيزو انتظم في التدريبات ومعه أيضا عمر الجابر والاتنين بقوا جاهزين لمباراة دريمز اللي جاية والاتنين دول تحديدا من أكتر اللعيبة اللي تأثر بغيابهم نادي الزمالك في مباراة الزهب